السلام عليكم ورحمة الله أهلا بطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في قناتكم الأستاذ هنراجع مراجعة شاملة على حساب المثلثات والهندسة التحليلية من خلال حل امتحانات في أهم مسائل جات في امتحانات المحافظات أتمنى أن تكون حل الامتحانات تدريب لكم علشان ما يكونش فيه رهبة لما تيجي تحلو المسائل جوه الامتحان نبدأ أول امتحان على بركة الله أول سؤال بيجينا اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس رقم واحد الزاوية التي قياسها 65 درجة تتمم زاوية قياسها بتساوي كام من المفاهيم المهمة جدا اللازم تكونوا عارفينها كويس الزاويتين المتممتين والزاويتين المتكاملتين مجموعة المتممتين بيساوي 90 درجة ومجموعة المتكاملتين بيساوي 180 درجة أخوة دولكم من المفاهيم دي لأنها تيجي كتير في الامتحانات احنا عندنا زاوية قياسها 65 بتتمم زاوية قياسها كام يبقى 65 زائد 20 بتساوي 90 درجة وهي من يطبيقها سين متساوي 90 نقص خمسة وستين двигaris. ينتهي ايضا سين متساوي 25 د فالزاوية المتممة سيتم إلتق ранدي تساوي 27 واحد. اللي هو ميل الالف بيسوي نص. في ميم اتنين اللي هي ميل جيم دا اللي احنا عايزين نجيبه. يبقى ميم اتنين هتساوي سالب اتنين. وهو ده ميل جيم دا. رقم تلاتة. ازا كانت جيم تنتمي لمحور تماثل الالف بي. فان جيم الف. علاقتها ايه بجيم بي? عمودية عليها? ولا اقل منها? ولا اكبر منها? ولا بتسويها? خدوا بالك وتدخلين امتحان اتمام المرحلة الاعدادية. فمش هيسألك في اللي انت درسته السنة دي بس. ممكن يسألك في مفاهيم خدتها السنوات اللي فاتت. يعني ايه نقطة تنتمي لمحور تماثل لقطعة مستقيمة? معنى كده ان القطعة المستقيمة اللي هي محور التماثل بتنصف القطعة المستقيمة الف بي. والنقطة جيم موجودة على محور التماثل في اي مكان. يبقى لو اوصلت قطعة مستقيمة من النقطة جيم الى طرفيه القطعة المستقيمة الف بي. فلازم يكون جيم الف هيساوي جيم بي. مفهوم كده? نشوف رقم اربعة. ازا كانت الاطوال تلاتة سنتيمتر وسبعة سنتيمتر وساط سنتيمتر هي اطوال اضلع مسلس. فان قيمة صوت تسوي كام? دي متبينة المسلس درسناها برضو في السنوات اللي فاتت. من متبينة المسلس اللي احنا خدناها لازم يكون مجموع اي ضلعين اكبر من الضلع التالت. طيب لو صوت بتسوي تلاتة هللاحظ انها ببتحققش. ليه? انى ان تلاتة زائد تلاتة مش اكبر من سبعة. لو صوت بتسوي اربعة برضو لا تحقق. ليه? لان تلاتة زائد اربعة بتسوي سبعة واحنا عدينا الضلع التالت هيسوي سبعة. يبقى مش اكبر منه. يبقى برضو لا تحقق. لو صوت بتسوي سبعة هللاحظ ان تلاتة زائد سبعة يسوي عشر. اكبر من سبعة وعندنا الضلع يسوي سبعة برضو. وسبعة زائد سبعة اكبر من تلاتة. يبقى صوت بتسوي سبعة بتحقق. طيب لو صوت بتسوي عشرة. هلليها برضو لا تحقق لان تلاتة زائد سبعة مش اكبر من عشر. بتسوية. اتفهمت? نشوف رقم خمسة. البعد بين النقطتين ستة وسفر وسفر وتمانية بيسوي كام? واحد الطول. احنا عارفين ان البعد بين النقطتين من القانون هو الجزر التربيعي بفرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع. وممكن تاخد اي من النقطتين الاول. مفيش مشكلة. يعني تقول ستة عال سفر الكل تربيع او تقول سفر عال ستة. يبقى ستة نقص سفر لكل تربيع زائد سفر نقص تمانية لكل تربيع. ده تحت الجزر. يبقى ده يساوي جزر ستة وتلاتين زائد اربعة وستين اللي هو بيساوي جزر مية. اللي هي بتساوي عشرة وحده الطول. رقم ستة ازا كانت زا سين زائد عشرة بتساوي جزر تلاتة. حيث سين زاوية حدة. فعن قياس زاوية سين بتساوي كام? امتى بتكون زا ساوية بتسوي جزر ثلاثة. يعني زع سين زائد عشرة بتسوي جزر ثلاثة امتة؟ لما يكون سين زائد عشرة بتسوي ستين درجة. دي من الزواية الخاصة اللي احنا درسناها. يبقى ازا سين زائد عشرة بتسوي ستين ودي منها ان سينها تسوي ستين نقص عشرة بتسوي خمسين درجة. واضح كده لغاية دلوقتي. نشوف السؤال اللي بعد كده. سؤال ما تكون من الف وبيه. رقم ألف. ألف بيه جيم مسلس قائم الزاوية في به. والف جيم بيسوي عشرة سنتي وبه جيم بتسوي تمانية سنتي. وطالب مني أثبت أنه جة تربيع ألف زائد واحد بتساوي اتنين جاتة تربيع جيم زائد جاتة تربيع ألف. خلالي نرسل المثلس. عندنا بيه جيم بيسوي تمانية. والف جيم بيسوي عشرة. اقدر اجيب الضلع التالت من فitters. الف جيم تربية بتسوي الف به تربية زائد به جيم تربية. ودي منها مائة بتسوي الف به تربية زائد اربعة والستين. يبقى الف به تربية تساوي ستة وتلاتين. ودي منها الف به تساوي ستة سنتة. عشان اسبت المتساوية المطلوة في المسألة هاخد الطرف الايمن اللي هو جاء تربية الف زائد واحد. اللي هو بيسوي ايه? جاء الف من الرسم. اللي هي بتسوي تمانية على عشر. الكل تربيع زائد واحد. اللي هي بتساوي اربعة وستين على مية زائد واحد. هواحد المقامات يبقى هتساوي مية اربعة وستين على مية. وهسميها رقم واحد. اخد الطرف الايصر اللي هو بيساوي اتنين جاتة تربيع جيم زائد جاتة تربيع الف. هجيب جاتة جيم من الرسم. اللي هي بتساوي تمانية على عشرة. اتنين في تمانية على عشرة كل تربيع زائد. هجيب جاتة الف من الرسم. اللي هي بتساوي ستة على عشرة. بجهة تربيع الف هتساوي ستة على عشرة كل تربيع. وده هيساوي مية تبانية وعشرين على مية زائد ستة وتلاتين على مية. اللي هو بيساوي مية اربعة وستين على مية. ودي هنسميها رقم اتنين. من واحد واثنين هينتج ان الطرفين متساوية. نشوف رقم به. بيقول لي اثبت ان النقط الف واحد واحد وبه بتساوي سفر وسالب واحد. وجين بتساوي اتنين وتلاتة تقع على استقامة واحدة. يعني ايه تلات نقط بتقع على استقامة واحدة. دي معناها ايه? ان لو در تثبت ان مية الالف به يساوي مية الالف جيم لبنى ثبت ان هو بيقع على استقامة واحدة. طيب هجب مية المستقيم الالف به ازاي? اللي هو فرق الصدات على فرق السينات. يبقى سالب واحد نقص واحد على سفر نقص واحد. اللي هو بيساوي سالب اتنين على سالب واحد. اللي هو بيساوي اتنين. هجب مية الالف جيم اللي هو فرق السلط على فرق السينات هيساوي تلاتة نقص واحد على اتنين نقص واحد. اللي هو بيساوي اتنين على واحد. اللي هو بيساوي اتنين. يبقى انا كده ثبت ان الميلين متساويين. ونقطة الف مشتركة في المستقيمين الف به والف جيم. يبقى اذا النقط تقع على استقامة واحدة. تشوف المسألة اللي بعد كده. في الشكل المقابل مديني مسلس الف به جيم قائم الزاوية في جيم. ومديني الف به بتساوي تلاتاشر سنتي. وبه جيم بتساوي اتناشر سنتي. وطالب مني ان اثبت ان جاء الف جاتة به زائد جاتة الف جاء به بتساوي واحد. عندنا طول قلب به بيساوي تلاتاشر. وطول جيم به بيساوي اتناشر. يبقى اقدر اجيب من في صغرص الضلع التالت. يبقى الف جيم تربيع. هيساوي قلب به تربيع ناقص جيم به تربيع. قلب به تربيع بمية تسعة وستين. ناقص جيم به تربيع بمية وأربعة وأربعين. وده هيساوي خمسة وعشرين. يبقى but gm se وي 5cm. المثالة دي ممكن نحلها بطريتين. الحل الاول وانا عندي زاويتين. اللي هي زاوية el f.و Ứويد بhe متممتين. يبقى انا عندي جا الف بدأت بhe وا العكس. يعني جاة الف هتساوي جاة بhe. قدر عود عن اي واحدة فيه. يبقى جاة الف في جاتة بhe. زيت جاة الف بدأت بيها en éshil جاة الف وحط بدلها جاتة بhe. يبقى زائد جات تربيع الف. عود بقى عن جاتة به. وجاتة الف من الرسم. عندي جاتة به. هتساوي اتناشر على تلاتاشر. يبقى عندي جاتة تربيع به بتساوي اتناشر على تلاتاشر لكل تربية. وجاتة الف من الرسم. هتساوي خمسة على تلاتاشر. يبقى جاتة تربيع الف بتساوي خمسة على تلاتاشر لكل تربيع. وده هيساوي مية اربعة واربعين على مية تسعة وستين زائد خمسة وعشرين على مية تسعة وستين. اللي هو بيساوي مية تسعة وستين على 169 وهو بيساوي واحد. طيب الحل التاني اللي انا عود تعود مباشر. اطلع قيم الدوال المسلسية. عندي جاء الف من الرسم بتساوي 12 على 13. جاءت ابيه بتساوي 12 على 13. خد بالكم انها بتساويها وده من الحل الاولان. زائد جاءت الف هتساوي خمسة على 13 وجاءة به بتساوي خمسة على 13. يبقى النقدار ده يساوي 144 على 169 زائد 25 على 169. وهو بيساوي 169 على 169. يعني بيساوي واحد. ووصلنا الاسبات بالطريطين بشكل صحيح. الطريقة اللي تريحك وسهلة بالنسبة لك حل بيها. اهم حاجة تحل المسألة صح. نشوف رقم بيه. اثبت ان المستقيم المار بالنقطتين. اتنين جزر تلاتة وتلاتة وجزر تلاتة واربعة. عمودي على الخط المستقيم الذي يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها ستين درجة. عند مستقيم مر بالنقطتين. عمودي على مستقيم تاني بيصنع زاوية قياسها ست ستين. عاوز اثبت ان هما متعمدين على بعض. يبقى اعمل ايه? هجيب الميل للمستقيم الاول. اللي مر بالنقطتين. نجيبه ازاي? اللي هو فرق الصدات على فرق السينات. اللي هو بيساوي اربعة نقص تلاتة على جزر تلاتة ناقص اتنين جزر تلاتة. اللي هو بيساوي سالب واحد على جزر تلاتة. ودي هسميها رقم واحد. طيب هجيب ميل المستقيم التاني ازاي? انا عندي معلوم ان هو بيصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها ستين ما يارا ميلو بيساوي ازعو ظل الزاوية اللي هي ستين درجا. اللي هو بيساوي جزر تلاتة. ودي رقم اة نين. دلوقتي لو وادرت ازبت ان حصل ضرب الميلين. يساوي سالب واحد. بان كنت هو متعمدين. ما ميم واحد في مم اتنين سيساوي سالب واحد على جزر تلاتة في جزر تلاتة. اللي هو يساوي سالب واحد لبيظ المستقيمين. متعمدين. اتفهمت المسألا؟ شوف المسألة اللي بعد كده. اذا كان المستقيم الذي معاعدله touلف وتفع فق�ف سينات الاسة. يواز المستقيم الذي يصنع زاوية قياسها 45 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. فاوجد قيم الف. يديك معادلة مستقيم وقالك بيوازي مستقيم بيصنع زاوية قياسها 45 درجة مع الاتجاه الموجب لمحور السينات. انا عدي من المستقيم الاولاني اللي هو الف سين زاد اثنين صادنا السبعة. هجيب ميلو الزاي. اللي هو سالب معامل سين على معامل صاد. اللي هو بيساوي سالب الف على اثنين. ودي رقم واحد. المستقيم يصنع زاوية 45 درجة مع الاتجاه الموجة لمحور السيناد قد راجم ميلو اللي هو بساوي زل الزاوية اللي مدهال اللي هو ازها 45 درجة اللي هي بتساوي واحد ودي رقم اثنين انا عندي معطئ اللي هو مستقيمين متوزين يبقى دي قدر استنتج منها ان الميلين متساويين يبقى سالب الف على اثنين هتساوي واحد ودي منها الف هتساوي سالب اثنين واضح كده نشوف رقم بيه بقولي بدون استخدام الاwhy الحزبة أزرد بأن ز عن 40 عن 45 تربيع طرائع يبقى ناقص أحدال하게 تربيع ثلاثة ناقص واحد MO ناقص أخرى مثل غريف اتقال الثالث الطرف الايصر الي هو بيساوي اربعة جاة تلاتين. وده هتساوي اربعة فيه جاة تلاتين بنص يبقى تساوي اربعة في نص بيساوي اثنين. يبقى الطرفين متساويين. بكده بيخلصنا الامتحان الاولاني. اللي هو المسائل للمنتقاء للمتحانات المحافظات. اتمنى ان انا كون اقفدتكم. واتمنى ان انت كونوا استفدتوا. انتظروا ان شاء الله للمتحان التاني. تابعوا المنتدى. عشان تعرفوا ده هتتنزل امتا? متنسوش دعموا القناة اكتبوا اللغة للفيديوهات اللي بتنزل وتشتركوا القناة علشان يوصلكم كل جديد. اتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.